أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي فيروسي مشيرا إلى استطاعة مصر للتغلب عليه بالرغم من أنها كانت تصنفو ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي فيروسي وعلاجه وشهدت الحملة نجاحا كبيرا حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من خمسين مليون شخص وبعلاج أكثر من أربعة ملايين آخرين مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي ووصف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الحملة بأنها كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولا بصورة جعلت مصر أول بلد يستطيع أن يقضي على التهاب فيروسي فيروسي أو الالتهاب الكبد الوبائي مرض صامت تسلل إلى أكباد ملايين المصريين خلال العقود الماضية حتى جاءت مبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أكتوبر من عام 2018 للقضاء على فيروسي وأعلان مصر خالية من هذا الكابوس هدف جاء ضمن مبادرة مائة مليون صحة التي تستهدف أيضا الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لعلاج المصابين بفيروسي بالمجان فخلال أشهر معدودة وبمعدلات غير مسبوقة وضعت الدولة سلاسة محاول تنفيذ المبادرة بدءا من القضاء على قوائم الانتظار مرورا بالخطة القومية للمسح الطبي الشامل ووصولا لمكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة لتنجح مهمتها في مسح أكثر من 58 مليون مواطن والنتيجة رصد نحو مليونين ومئتي ألف مصرية متعايش مع الفيروس حتى اكتشفوا الحقيقة المرة ومع انتشار حملات المبادرة في كل المحافظات هانت الصدمة وتيسر العلاج وذلك بعد أن نجحت الدولة في فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين سبتت إصابتهم بالفيروس أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل والكفاءة والسرعة وإنجاز علمي يستحق الإشادة هكذا وصفتها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود مصر في مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي تهدد الصحة العامة مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبدي الوبائي لم يكن الطريق بالهي على دولة يتخطى تعداد سكانها المائة مليون نسمة لكنها ستبقى خطوة مضيئة تضاف لريادتها وملحمة إنقاذ فريدة لمواطن لم يتخيل أنه مريض ولن ينسى أنه لم يتحمل جنيها واحدا للعلاج